كشف الدكتور كريستيان كروشيل نائب رئيس المكتب الإعلامي بمكتب الإدعاء العام في مدينة جراتس النمسوية الذي ينظر في ملف التحقيقات مع الإخوان بالنمسا أن التحقيقات لا تزال جارية مع تضييق دائرة المشتبه بهم الرئيسيون من تنظيم الإخوان كما كشف كروشيل عن جهود الإدعاء العام في مواجهة محاولات جماعة الإخوان عبر اللعب على الثغرات القانونية واستغلال مسارات الدولة القانون في النمسا لتعطيل التحقيقات الجارية منذ نوفمبر 2020 وقال كروشيل عن الأنباء التي تتردد في أوساط الإخوان عن توقف أو تعطيل التحقيقات أجاب بالقطع أن التحقيقات لا تزال جارية فيما أوضح أن نحو سبعين مشتبه بهم في هذه القضية بالوقت الحالي بينهم أشخاص طبيعيون وبين الأشخاص الاحتباريين منها جمعيات ومنظمات ولفت المسؤول الإعلامي في القضاء النمساوي إلى أن جميع الأشخاص الطبيعيين محل الاتهام يعيشون في النمسا ولا يزالون قيد التحقيق وهذا ما قاله في هذه النقطة وأشار إلى حجم الملف الذي ينظر فيه القضاء النمساوي وأهميته بين كروشيل أن فريق التحقيق جمع حوالي 200 تيرابايت من البيانات ولا يزال تطقيق هذه البيانات قيد التقييم حتى الآن وعمليات التقييم هذه شخصية للغاية ومادية وتستغرق كثيرا من الوقت ويرجع ذلك جزئيا إلى ضرورة ترجمة العديد من النصوص العربية ولم يحدد كروشيل وقت بعينه لتحويل ملف الإخوان إلى القضاء النمساوي للنظر في القضية ومحاكمة المشتبه بهم في تهم تمويل الإرهاب والانضمام لمنظمة إرهابية قائلا ليس من المتوقع حاليا متى سيتم الانتهاء من التحقيقات ولا يمكنني تقديم مزيد من المعلومات حول التحقيق الجاري حاليا وكان برنامج تحقيق لقناة الجزيرة عرض سابقا وحاول تشويه حقيقة التحقيقات الجارية من خلال إجرائه لملقابلات وشهادات منقوصة أو تم روايتها بطريقة تستعطف المشاهد والتي فيها الكثير من اللغة والتهويل الإعلامي واللعب على وطر المظلومية والتجيشي وهذا ما كشفته إنفوغراد سابقا وأكده الآن الدكتور كريستيان كروش النائب رئيس المكتب الادعائي بمكتب الادعاء العام في مدينة جيراتس النمساوية